طبعاً مشاهدين وفي آخر أخبارنا لليوم قصة غريبة نوعاً ما أعلن فريق بارس سان جرمان في بيان رسمي أن الشرطة الفرنسية احتجزت لاعبة بعد أن ثبت قيامها بتدبير حادث لتصاب به زميلة لها في الفريق وكل هذا بهدف أن تأخذ مكانها في التشكيل الأساسية في الفريق تخيلوا أن هذه اللاعبة قامت بالاتفاق مع أشخاص من الثمين هاجموا زميلتها وقاموا بضربها على ساقيها بقضيب حديدي وكل هذا بدافع الغيرة يعني هذه اللي يسمونها منافسة غير شريفة منافسة داخلية يعني إحنا نعرف الفرق المفروض أنه إحنا فريق خلاص إحنا على قرب واحد مي منافسة هذا شخص ما يصلح أصلاً يصير لاعب بالضبط هم ما اعتقلوها يا أودي يعني أخذت جزائها وإن شاء الله أنها يعني تاخذ جزائها الأساسي هم يعني مشتبهين فيها إلى الآن أن هي السبب أنها أنا كنت أتابع الخبر الأمانة في تويتر اليوم ففعلاً مر يحزن ليش كذا؟ يعني مول هالدرجة هنا من جد اللي يقول لك أن الغيرة والحسد والحقد ممكن أن يوصل الإنسان لمراحل جداً سيئة جداً يعني مول هالدرجة أصيبة البنكة يا مهل المرحلة أتوقعها اللي هي واصلتها مادي إحنا محن ذكاترة بس أنه برضو مرحلة مي طبيعية مو شخص طبيعي أني أنا أسوي غلط بفلان أو أني أنا أضر فلان عشان أنا أوصل لشيء أو آخف شيء بس إن شاء الله يا رب أنها ما تكون هي إن شاء الله إن شاء الله لكن يقول لك يعني كل الأدلة إلى الآن اللي هم واصلين لدرجة أنهم ألقوا القبض عليها إن شاء الله أن ما تكون كده أنا زيك صراحة شعوري بس إذا كان ماديش أقول حسبي الله أنا أنا يعني أنا ما أعرف لهذا ولادي بس يعني الصدق مرة انقهرت عليه حرام رجال طول عمرهم يلعبون ما قد تسود الحركات يمكن يكافهم بعض وقت ما هم يلعبون عادي أحس بس حركات حريمة هذه اللي منو تروح ترسل عالم عشان يكثرون رجلها حرام والله عدل حرم حنينا ورؤوفا وحنونا ما حس تقدر تسود الأشياء إن شاء الله أنه لا كارما ما ترحم ما أودي صح كارما ما ترحم بالدور الدنيا ترجع لها وترجع لها يعني أنا متضمنة من هالناحية متضمنة فخلصت أخبارنا لليوم ما أودي لكن أكيد معانا فقرات كثير وضيوف مميزين ولكن بعد الفاصل